يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة منتخبنا الوليمبي بيفوز على منتخب اسواتيني واحد سفر ايابا بعد التعادل سلبيا زهابا هدف لقسامة فصل جيف الدقيقة سبعين هدف تأخر شوية وفوز يمكن كان فوز فقير شوية منتخب مصر افضل في كل شيء منتخب مصر اللي كان مسيطر منتخب مصر اللي كان بيضيع الفرص منتخب مصر كان يقدر يكسب بأكتر من كده قدام منتخب ضعيف جدا جدا منتخب مصر كان ممكن يعمل كتير النهاردة بس دي البدايات مفهومة مدير فن جديد حتى المنتخب ده تكوينه جديد فما تتفاجئش قوي او تستغرب قوي المستوى بتاعنا اللي كان فيه بعض الاخطاء او بعض اضاءة الفرص السهلة كل ده مع الوقت مع المباريات مع الممارسة مع انك تعمل تجمعات كتيرة هتقدر توصل انا فاكر منتخب الكابتن شاوء غريب المنتخب الاخير قبل ما نوصل لكاس الهومة الافريقية كنا لعبنا عدد كبير من المباريات الودية قبل ما نوصل كاس الهومة الافريقية كان فيه لعيبة كتير بتشارك بشكل اساسي مع فرقها فعشان كده كسامنا كاس الهومة الافريقية وصلنا الانبيات وصلنا للدور اللي بعد الدور المجموعات حتى الخروج من المنتخب البرازيلي ده عشان كان فيه استعادات وتجمعات وكانوا لعبين بيشاركوا بشكل اساسي مع منتخبات بلادهم لكن هذا المنتخب منتخب الحالي مع روجيرو ميكالي المدير الفني البرازيلي الفائز مع المنتخب البرازيلي ببطولة او اولمبيات ريت جانيرو في 2016 محتاج وقت ليه محتاج وقت نهاردة بعد المباراة سألت نفسي سؤال هو كام لاعب اللي بيشاركوا مع المنتخب الاولمبي ده بيشارك مع فريقه بشكل اساسي لقيت رقم صادم صادم عشان تعذروا المدرب النهاردة صادم صادم تعال بص نهاردة اللي شاركوا حمزة علاء مع النادي الاهلي سفر مشاركش فيه ولا مباراة تعالوا نشوف هؤلاء الارقام معنا حمزة علاء لا مشاركات مع النادي الاهلي احمد عيد لا مشاركات مع ايما بكلم عن الموسم الحالي محمد طارق شارك في المباراة واحدة في الدور التمهيد في دور ابطال افكة مع نادي الزمالك محمد مغربي سفر محمد اشرف لم يشارك احمد نبي الكوكة لم يشارك العربي بد مع طرح الجيش لم يشارك كل الدول بلعبوا النهاردة السين وما يشاركوش مع فرق محمد صابر ببرامد تلات مباريات الموسم ده حلو مستوى سعد من الاهلي ولا مباراة عماد ميهوب في امبي مباراة واحدة اسامة فيصل مع البنك الاهلي مباراة واحدة وشارك فيها كبديل عبد الرحمن عاطف مع غز المحلة مبارتين طبعا حسين عبد المجيد اكتر اللي عابين مشاركة هو مع الزمالك خمس مباريات عبدالغاني محمد مع الاتحاد بلا مباريات زياد كمال مع امبي بلا مباريات رافض خليل مع الاهلي بلا مباريات دول اللي شاركوا كبودلاء النهاردة فانت متخيل طبعا السنسوية بتفرج على النهاردة على المباراة بدأت الاسواحة جايبين مدير فني عجنابي ليه يعني ما اقول اداء مش حلو جايبين مدير فني برازيلي وهنعمل فين الاداء البرازيلي بقى وفين الشغل العظيم احنا كده هنخرج من زنبيا في الدور القادم اللي هو المرحلة الاخيرة قبل الوصول لكاس الهوم الأفريقية المنتخب ده مش كويس لا المنتخب ده كويس واللعيبة اللي قلت اسمها دي مواهب وامكانيات كبيرة ونقدر نعمل منتخب محترم هل ببس محتاجين شوية من اتحاد الكورة انا بتكلم بقى بسطر منتخب الولمبي او الجهاز الفني المنتخب الولمبي اديني معسكرات اديني مباراة ودية ادام العيبة دي ما بتشاركش مع فرقها اديني مباراة ودية وبصراحة شديدة نلعب مع زنبيا في مارس ولقد الله يحصل حاجة فيقول لك اما محدش نصح ومحدش قال بنقول اهو وان شاء الله هنكسب زنبيا وان شاء الله هنوصل لكاس ورمال افريقيا واحلامنا وطمحنا اكتر من كده باكتب زنبيا وانت لكم نوصل الولمبيات ونكسب كمال الولمبيات للا بس عشان ده يحصل اديني معسكرات ما اللعيبة دي ما بتلعبش مع فرقها وبصراحة بق الفرق ما تجيش تقول لك لا انا مش هديكي اللعيبة بتاعتي ما انت ما بتلعبهاش ما انت لا بترحم ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل انا بتكلم على كل الفرق كل الاندية من الاول للاخر ما ينفعش يكون اللعيبة دي ما بتشاركش معاك وتقول لا لا مش هنديها للمنتخب الولمبي لا لا اصد دي مش بالاجندة الدولية لا 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 اصد والفيفا ما بيزمنش ناديهم للمنتخب الولمبي اه مش حقك بس لو بتستخدمهم لو بتلعبهم ما بتلعبهمش يبقى سيبهم للمنتخب نستفيد منهم كبلد كمنتخب بلد ما تبقىش الحكاية انه حق ما قال لا مش حقك وخلاص يا مش عشان هو حقك تتعسف فاللعيبة دي محتاجة معسكرات عشان المدرب بقى يبدأ يحفظهم يبدأ يرجعهم بدنيا يبدأ يخليهم يشاركوا مع بعض يبدأ يشوفهم مع النهاردة وكان واضح جدا انه ما فيش انسيام في حركة وفي روح وفي جاري كتير بس ما فيش انسيام ما فيش تربيطة كده في الفرقة ده هيحصل بالمعسكرات ويحصل بالمباريات الودية قبل ما نخش في منافسات قوية ومنافسات رسمية اللعيبة اللي انا قلتها النهاردة دي ما بتشاركش مع عندياتها همنتكلم في 80% او اكتر من قوام المنتخب الأوليمبي ما بيشاركوش مع فرقهم عكس تماما المنتخب اللي كان مع شوق غريب على سبيل المثال وليس الحصر مصطفى محمد كان بيشارك اساس محل زمالك رمضان الصبحي كان بيشارك اساسي مع النادي عبدالرحمن مجدي كان بيشارك اساسي مع اللي بافتكرهم صلاح محصن كان وقتها مع الاهلي على ما اتذكر كان اعاكم مع النادي الاهلي تعالى في خط الدفاع احمر رمضان بكتم كان اساسي هتتكلم على عسامة جلال كان اساسي احمد فتوح كان أساسي أنا أفتكر كريم العراقي كان أساسي أكرم توفيق كان أساسي غنام محمد كان أساسي مع الانتاج كل اللاعبين اللي كانوا في المنتخب الأولمبي وقت الكابتين شاوه غريب كانوا لعيب أساسيين مع فرقهم فالمنتخب ظهر بشكل كويس دلوقتي فيه جرس انذار جرس انذار مش هقول خطورة ما بس جرس الكرس ده ناخد بالنا منه هو بيدين كده ونعمل حسابنا عشان ما نفهم نسحاش فجأة نقول ايه ده ايه ده المنتخب ظهر بشكل وحش كده ايه ده المدرب الأجنبي ده طرع مدرب مش كويس لا ما هو المدرب الكويس ده عايز لعيبة جاهزة عايز لعيبة جاهزة أو هو اللي يجاهزهم عشان يجاهزهم يبقى فيه معسكرات وفيه مبارايته الدقيق لكن اللي هنعمل كده يعني لعيبة مش هتشارك مع عنديات ولا هنعمل لهم معسكرات ومستنيين نتائج جيدة مستحيل لا يحصل انا بتكلم عن المستقب عدينا المرحلة دي مليون مبروك لمنتخاب نقللين بنفرح وننبسط المرحلة الأخيرة قبل كاسر أمراف كده في شهر مارس قدام المنتخب الزنبي ان شاء الله نعديها برضو بس المهم وإحنا شايفين وإحنا في المكسب وإحنا مبسوطين بالمكسب نعرف اللي نايس عندنا ونشتغل عليه ببساطة شد ترجمة نانسي قنقر